استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي نعيمي وزير التربية والتعليم مديرات المدارس الفائزة بالمراكز الأولى في جائزة البحث البيئي المقامة بالتعاون بين الوزارة وشركة الخليج للصناعة البترو كيمويات جيبك رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا تستمر وزارة التربية والتعليم في تنفيذ العديد من الأنشطة المدرسية بالوسائل المناسبة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة من خلال اهتمامها بصقل وتطوير الإبداعات والمواهب الطلابية في شتى المجالات وفي هذا الإطار استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي نعيمي وزير التربية والتعليم المدارس الفائزة بالمراكز الأولى في جائزة البحث البيئي المقامة بالتعاون بين الوزارة وشركة الخليج لصناعة البترو كيمويات جيبك في دورتها السادسة عشرة وخلال اللقاء هنأ الوزير المدارس الفائزة مشيدا بجهودها في هذا المجال مثنيا على الدور المتميز لشركة جيبك في تنفيذ هذا البرنامج الهام والهادف لدعم وتشجيع طلاب وطالبات المدارس في مجال البحث العلمي الساعي للابتكار وزارة التربية والتعليم دائمة لهؤلاء الأبناء الطلبة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ومع وزارة الصناعة والتجارة بحيث أن يتم تسجيل براءة الاختراع لهؤلاء الطلبة وليكونوا قصة نجاح لبقية أقرانهم من أجل يكون عندهم الرغبة والاستعداد والمبادرة للمشاركة في المسابقات المحلية والأقليمية والعالمية طبعا مشروعنا يتمحور حول استخدام نبتة المورنغا في عملية تقطير المياه مياه الأمطار المتجمعة بالإضافة إلى تقطير المياه العادمة المتجمعة في مصنع الميثانول في جيبك طبعا كما هو معروف أن هذه النبتة لها فوائد كثيرة جدا فحبنا أن نستخدمها في هذا المجال طبعا لتحقيق التنمية المستدامة وممكن أيضا لو تضافرت الجهود أيضا أن ممكن تستخدم في إيجاد مياه صالحة للشرب فازت مدرسة الاستقلال بالمركز الأول في مسابقة جيبك البحث البيئي عن بحث إعادة تدوير إطارات المطاط المستعملة لإنتاج مادة جديدة تستخدم لإسفلت الشوارع طبعا جاء هذا البحث نتيجة جهود وتجارب قاموا بهالطالبات مع المشرفة على المشروع في ظل الجائحة الحالية المشروع كان عن إنتاج علف حيواني من مخلفات النخيل بحيث أنه يقلل من نسبة ثاني سير كربون في الجو بحيث أنه يحافظ على البيئة الحمد لله يعني مدرساتنا تهدف دائما إلى إشراك الطالبات في هذه المسابقات العلمية خصوصا في البضع الاستثنائي نحاول أن أحنا قد ما نقدر نشاركهم ونتواصل معهم بشدة الطرق إلكترونيا وتم عرضه الحمد لله وبعد نهدف أن نشارك المسابقات مشابه لها بحيث أن نحن نحقق مراكز متقادمة هذا وتستمر الوزارة في تنفيذ الأنشطة والمسابقات الطلابية الحاضنة لطاقات وإبداعات الطلبة والمطورة لها عبر تقنيات الاتصال عن بعد انطلاقا من أهمية الأنشطة التي تمثل جانبا مهما في حياة المؤسسة المدرسية